بس ممكن تاخد وقت مننا عشان كده لازم ان احنا نبدأ على طول ان احنا نعملها هنا بقى بدأت ان انا انضف كده شلت الارفف وشلت كل الحاجات اللي في التلاجة وبالخلطة اللي انا عملتها معاكم بدأت ان انا انضف بقى التلاجة فيه كمان ناس بتحط في رحمة في التلاجة والموضوع ده عارفته مؤخرا ان هو فعلا حلو انا ما جربتوش بصراحة بس ان شاء الله هجرب ان انا اعمل كده واشوف نتيجته ايه انا بقى عايز اقولكم بدأت اول حاجة بالمطبخ لان ده اكتر حاجة بتاخد معي وقت ومجهود عشان كده ببدأ الاول كنت فعلا بسيبه لحد الاخر بس كنت حاسة ان انا بعملو بسرعة بسرعة ما باخدش حقه فالمرودي بدأت بالمطبخ لان انتوا عارفين الكراكب بتاعتي المطبخ بتكون ياما ابدأوا ان انتوا فضوا الارفف ارموا الحاجات اللي مش محتاجينها اه خلي الدراك فاضية بس لاستخدام الحاجات اللي انتوا عايزينها على طول قدامكم والحاجات اللي مش بتستخدموها قوي خلوها مثلا انفضال فالوحدها بحيث ان انتوا تسهلوا على نفسكم مش كل ما هتحتاجوا حاجة تبدأوا تطلعوا كله لا اخلوا الحاجات الاستعمال كده تبقى قريبة من ايديكم تمام ارموا بقى الحاجات اللي انتوا مش عايزينها كلها شوفيه اي كراكيب اي حاجة مثلا مش محتاجاها حسن انتوا تقولي لا طب انا هسيبها البعدين لا بجد الحاجات اللي هي تفضل وتقولي بعدين بعدين دي هتعمل معاك كراكبة وهتحس ان انت مهما تنظفي ان المطبخ عندك مكركب فاتخلصي من كل الحاجات اللي هي بتعمل الطاقة سلبية دي خلي المطبخ يكون عبارة عن حاجة انت بتحب تقفي فيها بتحب تتبقى كده وانت مرتاحة مش كل ما بتبصي تحسي انه مكركب والله ده هيفرق معاكم وهيفرق في نفسياتكم وهيخليكم تحبوا وقفة المطبخ جدا انا بقى هنا كنت خلصت التلجة بدأت ان انا اعمل الارفوف بقى دي كده شلتها وغسلتها خلتهم زي الفلر لان بقى كان وقع عليهم حاجات وكان بقى لي كتير قوي ما كنتش عملت التلجة عشان كده قلت بقى ان انا ابدأ بيها وخلصها عشان هتاخد معايا وقت وفعلا انا عادت حاولي ساعتين بننظف فيها ممكن تكونوا شايفين ان هو وقت كبير بس انا يعني زي ما بيقولوا جده جبتها من اعمقها خلتها نظيفة كده وبدأت بقى ان انا اخد رف رف كده هخسله وفيه كمان رف شلته حسيت ان هو مداية التلجة علي جدا فشلته واستخدمت